مع مرور الوقت تزداد المخاوف من اتساع رقعة الصراع بسبب الحرب على غزة وفيما يبدو أنه عودة للضربات ضد قوات التحالف في سوريا أطلقت صواريخ من شمال العراق باتجاه قاعدة للتحالف الدولي حسب ما أعلنت قوات الأمن العراقية التي عثرت على العجلة المستخدمة في تنفيذ عملية الإطلاق وهذا أول هجوم كبير ضد قوات التحالف الذي تقوده واشنطن بعد أسابيع عدة من الهدوء وخلال الشتاء شهدت القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط عمليات ضدها وهجمات صاروخية وضربات بطائرات بلا طيار وقالت قوات الأمن العراقية في بيان لها أنها باشرت عملية بحث وتفتيش واسعة عن المنفذين في محافظة نينوى شمالية العراق على الحدود مع سوريا وقال مدير المرصد السوري أن صواريخ عدة أطلقت من الأراضي العراقي استهدفت قاعدة خراب الجير التي تؤوي قوات أمريكية في شمال شرق سوريا وأشار إلى أن هذه الصواريخ التي سقط واحد منها على الأقل داخل القاعدة قد سبقها إرسال طائرة مسيرة تابعة لفصائل موالية لإيران وتم إسقاطها ووجه المرصد السوري أصابع الاتهام إلى ما يسمى بعناصر من المقاومة في العراق وهي تشكيل يضم جماعات مسلحة موالية لإيران وكانت تلك العناصر أعلنت مسؤوليتها عن معظم الهجمات ضد الجنود الأمريكيين التابعين للتحالف والتي كانت نفذت بشكل أساسي بين أكتوبر وأوائل فبراير وهي تقول في بياناتها أن ذلك يأتي تضامنا منها مع الفلسطينيين على خلفية الحرب في غزة وأسفر هجوم بطائرة من دون طيار في الثامن والعشرين من يناير عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في وسط الصحراء الأردنية على الحدود السورية وردا على ذلك شددت واشنطن لهجتها ونفذت ضربات عدة في العراق وسوريا ضد فصائل موالية لإيران وتنشر الولايات المتحدة حوالي 2500 جنديا في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة في إطار التحالف الدولي الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة داعش ويأتي إطلاق الصواريخ خلال الساعات الماضية وسط أجواء إقليمية شديدة التوتر تغذيها الحرب في غزة والتوترات بين إسرائيل وإيران